مع هبوط أسعار النفط الخام يواجه قطاع النفط في العراق تهديدا ثلاثيا تسبب بخفض الإيرادات وأدى إلى تدهور الإنتاج وينذر بمشاكل عديدة بالنسبة للصادرات المستقبلية وكارة فرانس برايس رصدت هذه التهديدات الثلاثية وتداعياتها على الاقتصاد العراقي بالمجمل في خضم أزمة خانقة ستلقي بظلالها السوداء على واقع العراق بالمجمل لا سيما مع غياب الخطط الحكومية لتجاوز هذه الأزمة واستمرار الفساد الذي يجر البلاد إلى الهاوية أولى تلك التهديدات المنبثقة عن انخفاض أسعار النفط هي عجز العراق عن دفع فواتير إنتاج النفط إذ يتوجب على العراق الدفع ثلاثة مليارات دولار كل ثلاثة شهور لشركات النفط الدولية وفي ظل أسعار النفط الرخيصة للغاية تتطلع الحكومة إلى خفض التكاليف وتأخير المدفوعة وبحسب وكارة فرانس برئيس فإن الشركات النفط لم تستجب بعد لطلب حكومة بغداد تأخير المدفوعات لأنها تعاني من ضائقة مالية بالأساس وذلك يعني أن الحكومة ستضطر إلى استخدام كل نفطها الخام تقريبا لدفع مستحقات تلك الشركات تداعيات بيروس كورونا تعد التهديد الثاني لقطع النفط العراقي إذ أدى انتشاره إلى عرقلة تناوب الرعاية الأجانب الرئيسيين العاملين في حقول النفط العراقية ما يهدد بانخفاض الإنتاج المعتاد والذي يبلغ الآن أربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا وبعد هذين التهديدين تأتي المعضلة الأكبر من سيشتري النفط العراقي؟ إذ تتوقع وكارة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب على النفط العراقي في العام 2020 بمقدار 90 ألف برميل يوميا كما أن الهند والصين قلصتها الطلب على النفط العراقي بعد أن كان لهما منه الحصة الأكبر التهديدات الثلاثية لا تنعكس سلبا على النفط فقط وإنما على كامل قطاعات الدولة التي تعتمد عليه بشكل أساسي في إدارة أمورها المالية